السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة التدائي الوحدة الثانية إذن اليوم عنا حصة حول المضاعفات والقواسم قابلية القسمة في الصفحة 41 من كتابي المفيد إذن ننتقل إلى الصفحة 41 إذن هذه آخر حصة في هذه الوحدة لننتقلها في حصة القادمة إلى التقويم والدام إذن لدينا التمرين العاشر التمرين العاشر حول المضاعفات والقواسم قابلية القسمة إذن صحيح أم خطأ؟ وعزز إجابتي بأمثلة كما في المثال جميع الأعداد المنتهية بثلاثة قابلة للقسمة على ثلاثة إذن هذه الجملة فهي خاطئة وهنا يعطينا Contra Example يعني مثال مضاد إذن هنا فاش يكون الجواب خطأ هنأطيه مثال مضاد وفاش يكون الجواب صحيح هنأطيه مثال يعني على ذلك جميع الأعداد القابلة للقسمة على ثلاثة تقبل القسمة على تسعة إذن خطأ إذن هنا نكتب لا لأن لأن أو لا نخد مثلا خمسة عشر خمسة عشر هو يقبل القسمة على ثلاثة ولكن لا يقبل القسمة على تسعة يقبل القسمة على ثلاثة ولا يقبل القسمة على تسعة إذن هنا جبنا واحد لكمية المضاد يعني ضد أنه جميع الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة تقبل القسمة على تسعة يقبل القسمة على تسعة أن تقبل القسمة على أربعة خطأ إذن لا لماذا؟ إذن نأخذ مثلا مثلا أربعة عشر أربعة عشر يقبل القسمة على اثنان لقسمة أربعة عشر على جوج كساتين سبعة ولكن لا يقبل القسمة ولكن لا يقبل القسمة على أربعة لماذا لا يقبل القسمة على أربعة؟ لأن لقسمنا أربعة عشر على جوج كساتين سبعة سبعي لقسمنا على جوج كساتين ثلاثة فاصل خمسة وبالتالي لا تعطينا عدد صحيح جميع الأعداد القابلة لقسمة على أربعة تقبل القسمة على إثنان نعم نعطي مثال مثلا 16 يقبل القسمة على 4 ويقبل القسمة على 2 جميع الأعداد القابلة للقسمة على 2 و 3 تقبل القسمة على 6 فعلا لأن عندما نريد أن نحدد هذه العدد قابل القسمة على 6 هذه الطريقة التي نحدد بها نراقب العدد هل هو قابل القسمة على 2 وقابل قسمة على 3 فإذا تحقق ذلك فإنه قابل القسمة على 6 نعم إذن نعطي مثال نعطي مثال مثلا 24 24 يقبل القسمة على 2 وعلى 3 ويقبل كذلك القسمة على 6 إذن ننتقل إلى تمرين 11 أو جيد الأعداد الزوجية الأعداد الفرضية إذن أول شيء نفرق بين الأعداد الزوجية والأعداد الفرضية الأعداد الزوجية هي الأعداد أعداد الزوجية والأعداد الفرضية ما هو تعريف أعداد الزوجية وأعداد فرضية؟ أعداد الزوجية هي التي وحداتها صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو تمانية الأعداد الفرضية هي التي وحداتها واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو سسعة نطيق أمسيها تمانية عشر مئتان وستة وأربعة خمسة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثة إذن هذه الأعداد كلها فرضية الزوجية لماذا؟ لأننا نراقب الوحدات فقط عنا هنا تمانية وستة أربعة إذن هذه الأعداد الزوجية بدون بغض النظر عن العشرات والآلاف والملاير والملايين كما بغي يكون يكون العدد أكبر بكثير مما كتبت إذن كذلك بالنسبة للأعداد الفرضية هي التي يرقم وحداتها مثلا واحد وعشرون مئتاني وسبعة وخمسة ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسة هذه الأعداد كلها فرضية لماذا؟ لأن وحداتها أرقام فرضية لأن هذه هي هذا هو من فهم الأعداد الزوجية والفطية لأن دا بغض نجاوب على السؤال السؤال يقول أوجد الأعداد الزوجية التي تقسيمه العدد 36 إذن عندما نتحدث عن تقسيمه يعني يجب أن نحدد القواسيم لها 36 وكما نحدد القواسيم لها 36 نحدد ما يسمى بالكتابات الضربية إذن 36 يساوي إذن يساوي 36 في 1 يساوي 18 في 2 يساوي 9 في 4 يساوي 12 في 3 إذن هذه تسمى الكتابات الضربية للعداد 36 هل هناك عدد آخر؟ إذن هذه الأعداد إذن نطلب مننا الأعداد الزوجية الزوجية إذن سنحدد فقط ما هو زوجي في هذه الأعداد إذن 36 زوجي 18 زوجي 2 زوجي 4 زوجي 12 زوجي إذن هذه الأعداد الزوجية التي تقسم العدد 36 إذن عندنا 36 عندنا 18 عندنا 12 عندنا 4 إذن؟ إذن هذه الأعداد الزوجية التي تقسمه 36 إذن نحدد سؤال موالي الأعداد الفرضية القابلة لقسمة على 9 والمحصورة بين عشرة وتمانون إذن هنا لنجيب عن هذا السؤال ماذا سنحدد العداد الفرضية القابل يعني هنا نحدد مضاعفات العدد تسعة نحدد مضاعفات تسعة المحصورة بين عشرة وتمانون ونختار منها فقط ما هو فرضي إذن لدينا العدد اللول اللي هو قابل يعني مضاعف لتسعة هو ثمانية وتعشر ثم سبعة وعشرون ثم ستة وتلاتون ثم خمسة وأربعون ثم أربعة وخمسون ثم ثلاثة وستون ثم اثنان وسبعون هذه الأعداد المضاعفة هي التي أعداد الفرضية القابلة للقسمة على السعود هذه القسمة على السعود لأنها من مضاعفات تسعة إذن هنايا قد نحدد فقط الأعداد الفرضية منها إذن لدينا سبعة وعشرون خمسة وأربعون ثم ثلاثة وستون الباقي الأعداد فهي زوجية هل هي محصورة بين عشرة وتمانون؟ نعم إذن تامانون كذلك كهين ولكن ما دخش أصلا إذن لدينا سبعة وعشرون خمسة وأربعون ثم ثلاثة وستون إذن ننتقل إلى تمرين اثنى عشر باستعمال البطاقات الثلاثة أو جيد عددا قابلا للقسمة على خمسة أصغر من سبعة ومائة إذن سابقا طرقنا في الحصة السابقة وقلنا بأن عدد ليكون قابل للقسمة على خمسة يجب أن يكون وحداته سفر أو خمسة إذن وإذن أعطونا ثلاثة البطاقات أعطونا سبعة وستة وخمسة إذن هنا لابد أن يكون رقم الوحدات لهذا العدد الذي نبحث عنه المكون من ثلاثة أرقام لابد أن يكون رقم الوحداته خمسة لكي يكون أصغر من سبعة ومائة خصنا هنا تكون ستة إذا درنا هنا سبعة سوف نفوت سبعة ومائة وبالتالي فرصة يموخصنا ستة هنا وإذا درنا هنا ستة وهنا خمسة ستبقى لنا هنا سبعة إذن العدد هو ستة ومائة وخمسة وسبعة هو الذي يحققه هذه الشرطة إذا جبنا ستة هنا لا يمكن لا يمكن أن يكون قابل القسمة على خمسة إذا جبنا هنا سبعة كذلك وبالتالي أول شيء خصنا نحقه هو أن العدد يجب أن يكون وحداته خمسة إذا مضاعفا للعدد ثلاثة وأكبر من ستة ومائة هنا يا هنا يا أنا صراحة هنا السؤال أكبر من ستة ومائة إذا أريد عدد كبر من ستة ومائة خصنا نتجاوز ثلاثة البطاقات إذا أنا غادي نجاوب على حساب على حساب الموساوف أنا في نظاري ربما كانوا كيعتقدوا البطاقات نستعملهم مرة واحدة ولكن سنستعملوا بطاقتين مرتين لأننا ما نديرو إذا هنا غادي ناخدو لكي يكون العدد مضاعفا لثلاثة شنخصنا نجمعو الأرقام إذا عندنا سبعة غادي نزيد عليها ستة غادي نزيد عليها خمسة إذا كسعطينا ستة زائد سبعة تلتاشة زائد خمسة تمنتاش إذا هنا عندنا تمنتاش إذا كون العدد الرقم من هذه البطاقة الذي نزيده ونحافظه على قابلية القسمة على ثلاثة هو ستة ما نقتلوش نعوده نزيده خمسة إذا زدنا خمسة سنزيده تا سبعة وإذا زدنا سبعة نزيده تا خمسة وبالتالي إذا نريد نزيده غير رقم سنعوده ستة إذا ستعطينا أربعة وعشرون وبالتالي هذه المجموع هي الأرقام قابلة القسمة على ثلاثة إذا لبطاقة التي سنستعمل سنستعمل الخمسة سنستعمل ستة سنستعمل ستة ستجوج من رأس سنستعمل السبعة إذا هذا يمكن أن نرى العدد أكبر من سعمية أنعم إذا سنستعمل كمع جبني لأننا فقط يهمني مجموع الأرقام لا يهمني الترتيب في هذه الحالة إذا الأهم هو يكون أكبر من سعمية إذا ندير هذا العدد كما هو ولو نبدله لأننا نريد أن نقلبه على قابلية القسمة يعني مضاعف لثلاثة يعني هو قابل القسمة على ثلاثة هذا هو المثوم هذا العدد يقسمنا على ثلاثة سيعطينا عددا صحيحا وبالثالي فهو مضاعف لثلاثة وأكبر من تسعم مئة إذا هذا الشيء لكن أننا نقص نطبقه القاعدة أنا كنظن ربما بغوا يديروا هنا ستمية ودروا ستعمية على ما أساقد ولكن أنا جوت على قابل التمر عدد زوجي محصور بين خمس ومئة وسبعم مئة إذا هنا زوجي إذا عندي سبعة عندي ستة عندي خمسة إذا شنو خصي يكون في الوحدات في الوحدات لا بد أن يكون لدي ستة أو يعني ستة setting لأنه ستة رقم الوحد الذي عندي زوجي إذا لو عدد نماعذر العدد من خمسمائة وسبعمائة إن شاء هنا 500 إذا قدرت هنا 700 سوف يفوت لي 700 سوف يكون 756 إذا نقصني هنا 5 هنا فرصة 1 وقصني 6 وهنا فرصة 1 وقصني 5 وقتل لي هنا 7 وبالتالي العدد فهو 5106 إذا ننتقل إلى التمرين 13 أوجد جميع الأعداد التي تقسمه 28 و 56 و 84 في نفس الوقت إذا دائما الكتابات الضربية إذا 84 تساوي 56 تساوي 28 إذا نحدد جميع الكتابات الضربية و في ذلك الساعة سنرى التقاطعات إذا 84 84 هي 84 في جوج في 1 هي 42 في جوج تساوي أيضا 21 في 4 21 في 4 تساوي أيضا 7 في 12 12 هناك العديد بالنسبة للـ 84 هناك العديد من المضاعفات والقواسي تساوي إذا هناك كذلك تساوي 28 أو 32 أو 32 بالنسبة للـ 8 بالنسبة للـ 56 56 هي 8 في 7 عفوا هي 56 في 1 فرحب إذا هي إنها إنها 28 في 2 نعم 28 في 2 تساوي أيضا نعم هنا أربعة عشر في أربعة أربعة عشر في أربعة نعم إذن هل هناك كتابة ضربية أخرى إذن هذه الكتابات الضربية للعدد ستة وخمس بالنسبة لتمانية وعشرون تمانية وعشرون في واحد سبعة في أربعة سبعة في أربعة أربعة عشر في إثنان إذن هذه الكتابات الضربية لهذه الأعداد إذن نبحث عن الأعداد المشتركة إذن لدينا تمانية وعشرون تمانية وعشرون تمانية وعشرون لدينا أيضا أربعة عشر أربعة عشر فهو قاسم مشترك لدينا إثنان 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 ثم لدينا سبعة 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 ولدينا أربعة إذن هذه هي ولدينا واحد إذن هذه القواسم المشتركة إذن جميع العداد التي تقسموا إذن نرتبها من الأكبر إلى الأصغر إذن ثمانية وعشرون أربعة عشر سبعة أربعة إثنان واحد إذن جميع قواسم لعدد ثمانية وعشرين لأن ثمانية وعشرين أصلا من قواسم ثمانية وعشرين من هو قاسم لهذه العدد إذن هذا قاسم لهذا وهذا قاسم إذن هنا إذن هذه القواسم إذن السؤال الأخير ما هو أكبر وهذه القواسم هو ثمانية وعشرين إذن أكبر إذن هذا الثمانية وعشرين يسمى القاسم المشترك الأكبر نحتاجه عندما نريد أن نختزي إلى مثلا عددا إذن في هذه الحالة نحتاجه القاسم المشترك الأكبر ونحتاجه المضاعف المشترك الأصغر مثلا عندما نوحيد المقامات إذن ننتقل إلى التمرين الموالي 14 كالي لبلي بتي نمبر كالي يجب أجوت لأ شاك دي نمبر سويفون بوك يصوات ديفيزيب البارسيس إذن هنا ديفيزيب البارسيس يعني إنه نخص نحدده مضاعفة 6 إذن شكونا هو العدد اللي هو مضاعف لستة وقريب إلى أكبر من 41 والأول إذن مضاعفة ستة عندنا 42 إذن النستة بسبعة 42 إذن المضاعف دي الستة اللي قريب ل41 هو 42 إذن نزيد واحد ونحصل إلى 42 42 إذن ديفيزيب البارسيس 63 63 عندنا شكونا هو البلي بتي نمبر شكونا نقدر نزيد ونوصل المضاعف الستة نكمل على المضاعف المضاعف الستة لأننا 6 10 60 6 16 66 إذن نزيد 3 ونحصل إلى 66 66 قابل القسم على 6 لأنه من مضاعف 6 ونقسم على 6 يعطي 11 50 50 48 6 4 8 إذن 6 9 6 6 9 54 إذن سنزيد 4 الصغر عدد نزيد ه 4 لنحصل إلى 54 54 قابل القسمة على 6 لأننا نقسم 54 على 6 كساطين 9 15 15 ما هو العدد الأقرب أساقيد هو 120 إذن 26 6 20 26 كساطين 120 ونقسم 6 19 19 19 ونجد 115 إذن 6 19 15 56 6 16 إذن العدد الأقرب هو أننا نزيد 5 وإذا زدنا 115 15 كساطين 120 فهو من مضاعفة 66 يعني 120 إذن إذن ننتقل 16 قطع الدراجي عدداً من الكيلومترات محصوراً بين 35 و85 ويقبل القسمة على 2 و3 و4 و5 ما المسافة التي قطع الدراجي إذن إذن نلقى المسافة التي قطع الدراجي نلقى التقاطعات المضاعفات هذه الأعداد المحصورة بين 35 و85 إذن بين 35 و85 إذن إذن ما هي الأعداد المضاعفة جوج و3 و5 ماذا سنسبقه؟ سنسبقه من الخمسة لأنه يجب أن نضع الجوج كثيراً إذن نبدأ من المضاعفات الخمسة المضاعفات الخمسة الكبر من 35 إذن نبدأ من المضاعفات خمسة لدينا 40 لدينا 45 لدينا 50 55 60 65 70 80 80 إذن هذه المضاعفات التي توجد بين 35 و85 وهي مضاعفات الخمسة لذلك ما هو الأعداد الذي سنحيطه؟ المضاعفات الخمسة هي الوحدة 0.5 هذا سنحدفه الأعداد الذي فيها 5 لماذا؟ لأن هذه سنحدفها لماذا؟ لأنها ليست من مضاعفات 32 إذن بقى الخصية 40 50 60 70 80 إذن شكونا هو من هذه الأعداد لمضاعفة جوج ومضاعفة 3 إذن 40 مضاعفة جوج 50 50 60 نعم 60 من مضاعفة 32 إذن صحيح آ 1 70 من مضاحفة جوج لأن وحدته زوجي ولكن ليس من مضاعفة 33 إذن يلغى 80 من مضاعفة 2 ولكن ليس من مضاعفة 33 وبالتالي يلغى وبالتالي العدد الذي يبقى هو透 Surface إذن المسافة هي مضاعف لأثنان وثلاثة وخمسة وهو العدد ست إذن ننتقل إلى التمرين الأخير المسافة هي مضاعف لأثنان إذن جدا قالت الفنسة الصغيرة المناج هي مضاعف لأثنان يعني العمر فيها مضاعف لأثنان لأثنان ستكون مضاعف لأثنان العام جيد ستكون مضاعف لأثنان يجب أن يكون مضاعف لأثنان إذن كولل أثنان لأثنان يعني العام من مضاعف لأثنان الأولى ستكون مضاعف من المخزم ِ ِ ِ7 ستكون لأثنان لأثنان بين 60% و 40% الأول هو 63% ثم نحن لدينا 60% ثم نحن لدينا 77% ثم نحن لدينا ثمانية هذه هي الملتبل بين 60% و 40% هذه هي الاحتمالات عمر الجدد هذا العام ولكن كما نحن لدينا عمرها الحقيقي سوف نحن لدينا 1 نضيف واحد هنا و نضيف واحد هنا و نضيف واحد هنا و نرى الآن عمر الجدد هنا سأعطينا 64% هنا 61% هنا 78% سأكون هذا ملتبل ثم نحن لدينا نحن لدينا 63% لدينا 70% لدينا 77% لدينا 1 لدينا 1 سأكون هذا ملتبل ثم نحن لدينا 64% هنا نحن لدينا 71% هنا 78% هذا ليس لدينا ملتبل هذا ليس لدينا 8 هذا ليس لدينا 8 ثم نحن لدينا 6 ثم نحتاج لدينا 9 ثم نحن لدينا 9 ثم نحن لدينا 9 ذكرة Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les multiples et les diviseurs. C'est la fin de cette séance.